الحديث عن البرنامج الكامل والمفصل مهرجان بعلبك 2023 تنضم إلينا من بيروت العضو في مهرجانات بعلبك ومديرة الإعلام مايا حلبي مساء الخير مايا مساء الخير تنضم إلينا من بيروت دي جاب مايا قبل الحديث عن المهرجان دعينا نتحدث عن الأسماء الكبيرة التي مرت على مهرجان بعلبك العريق نعم مثل ما نعرف أنه مهرجانات بعلبك تأسست عام 1956 كان رئيس كامي جامعون هو اللي طلب من أشخاص مسأفين من لبنان أنه يشكلوا لجنة تنفيذية من شينتا يطلقوا مهرجانات بعلبك فإذا طرقت 1956 إلى خلال اليوم مع أنه في كتير مرأت علينا حرب أهلية وظروف جبارتنا أنه نتوقف وأوقات ننقل الحفلات لبيروت شفنا أسامي شهدت قلعة بعلبك أسامي كتير كتير مهمة بكل مجالات الموسيقى بالبوب بالأوبرا بالبالي بالليالة اللبنانية أكبر فنانين كانوا يجوا على مهرجانات بعلبك وحتى فيه فنانين انطلقوا بمهرجانات بعلبك فيه بتذكر الموريس بجالي هو الكوريغراف العالمي السويسري كان مثلا حرفة البالي قدمها أول مرة على مسرح بعلبك وكانت من بعدها يبرم فيها على دول مختلفة بقى طبعا تاريخ مهرجانات بعلبك هو تاريخ مجيد ومازال وبعدنا عم نستضيف فنانين الكبار ونتأمل أن مسيرتنا دلة مستمرة نعم أكيد نتأمل ذلك سيدة مايا كما ذكرتي وعبر كل هذه العقود من تاريخ المهرجان العريق كان نافذة لأنواع مختلفة من الفنون من البالي والرقص المعاصر إلى العزف على أتشيلو الآن في هذه النسخة مرورا بالموسيقى الصوفية والفلمينغو بلا شك الاغنيات اللبنانية حدثينا أكثر عن تفاصيل برنامج المهرجانة الذي ينطلق في الأول من يوليو فإذن ينطلق المهرجانة بأول تموز مع الراقص العالمي روبرتو بولي الذي يعتبر نورياف جديد هو بس ذكر أنه نورياف شارك بمهرجان عرباق قبل الـ 75 هو عرض بالفعل الخلاب لحيكون كانوا يريدون أن يقدموا أعمالهم في مواقع غير تقليدية استثنائية مثلا قدموا عروضهم بكوليزي بروما بساحة سام مارك بالبندقية واختاروا ألعة بالباق ليقدموا العمل المقدم وهو سيشارك معه راقصين عالميين مبدعين سيقدمون لوحات راقصة من الكلاستيك إلى الرقص العصري الحديث هذا العمل هو بشراكة مع السفارة الإيطالية والمعهد الثقافي الإيطالي بذكر أنه الإيطاليين هم اللي رمموا معبد باخوس ومعبد جوبيير ونحن نشكرهم فعلا على هذه المبادرة هذه الحفلة الافتتاح أول تموز من بعدها مننتقل إلى حفلة 2 تموز مع فرقة الكندي فرقة الكندي هني حيحتفلوا بعيدهم الأربعين بمهرجانات بعلبك مؤسس الفرقة هو جوليان جلال الدين فيس يلي توفيها سنة 2015 سنة 2003 قدم حفلتين بمهرجانات بعلبك أرادت اللجنة أنه من خلال هذا الحفل تلقي تحية تقدم تحية لمؤسس هذه الفرقة الفرقة استمرت وصارتي بإدارة عازف الرق الشيخ الدين ومن بعدها حيستضيف بحفلة بعلبك الشيخ حامد داود يلي هو منشط ترانيم صوفية دمشقية وحيشارك معه تلاثة درويش من جامع الأموي الكبير في دمشق وضيف هذه الحفلة حيكون مطر بالحلبي عمر سرميني هذا بالنسبة لتاني حفلة 2 تموز مثل ما شفت أنه في كتير التنوع بالحفلات هو رح يكون برنامج غني ومتنوع منشان تا يستجيب لكل الأزواق بلشنا بالبالي بعدنا بالموسيق الصوفي في هذا الإطار لو سمحت ونحن نتحدث عن البرمجة يعني فيك تكفي كمان عن البرنامج بس يتبادر إلى دهن الكثيرين أسماء مرت على المهرجان مثل شغل أزنفوغ مثل ستينج جوني هاليدي الرحابنة وردة الجزائرية مرسل خليفة طبعا القائمة تطول كثيرا هل اليوم عدم وجود أسماء كبيرة في نسخة 2023 هو مادة بالدرجة الأولى أم أنه يعني هي خطة كمهرجان اليوم أو استراتيجية معينة بس بدي أذكر أنه نحن قبل الأزمة الاقتصادية اللي ماررين فيها لما مارر فيها لبنان والبلد واللبنانيين كلهم كانت ميزانية المهرجانات أهم بكتير من الوقت الحالي كانت المساعدات اللي تجي على المهرجان هي أولا من الدولة توقفت هذه المساعدات من سنة 2018 حتى قبل الأزمة كانت المساعدات تجي من المصارف ومنعرف نحن شو وضع المصارف اليوم في لبنان بقى المدخول المهرجان وطبعا من باعة البطاقات نحن فإذا صار فيه نحد مدخول المدخيل المساعدات الميديية التي كنت عم تفوت على المهرجان صارت محدودة جدا وهلأ عنا بفضل أصدقاء وشركاء وداعمين مهرجاني تبع الباك اللي بيوسقوا بريسيلتنا واللي بالرغم من كل الظروف عم بيقدروا يساعدونا من شانتا نقدر نقدم حفلة غنية وعلى طول نحافظ على المستوى الفني الرقي هلأ برغم أن يكونوا بعض الفنانين مش معروفين من بعض اللبنانيين بس يدول الفنانين طبعا عندهم مستوى فعلا رفيع فني ونحن كتير فخونيين أن نقدمون بموسم 2023 نعم نتمنى لكم كل التوفيق سيدة مايا حلبي بالنسبة للبرنامج إذا باختصار حفلة سريعة سريعة لحب تدوى عليها مايا سعر لحكي بعد في عنا ثلاث حفلة ما حكينا عنهم باختصار شديد حكي عن الحوار الموسيقي بين إسبانيا و نعم الحفلة لح تكون بسبعة تموز هو حوار موسيقي لحشيلك فيه موسيقيين وفنانين لبنانيين وإسبانيين بسبعة تموز حفلة 14 تموز لح تكون مع ملحم زين اللي هو المطرب العربي اللبناني بعلبك الأصل المشهور واللي يعتبر من أجمل أصوات العربية لح يرافقوا أركسترا لبنانية وبالنسبة للختم اللي حيكون مع إيماني فودو تشلو اللي هي فنانة مغنية فرنسية اللي حتقدم أغاني بوب بيعرفها كل جمهور اللبناني وأنا بشجع كل اللبناني شكرا لكي والأجانب إذا كانوا موجودين إنه يطلعوا يحضروا الحفلة شكرا لكي سيدة مايا حلبي العضو في مهرجانات بعلبك ومديرة الإعلام هناك كنت معنا من بيروت اشتركوا في القناة